بالنسبة للمسافري إذا سافر فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين ما هي الرباعية؟ الظهر، العصر، العشاء أربع ركعات هذه الرباعية تسمى يقصرهما إلى ركعتين هذا واحد يعني صلي الظهر ركعتين، صلي العصر ركعتين، صلي العشاء ركعتين الثاني أن يجوز للمسافري أن يجمع بين الصلاة النهارية جمعة تقديم أو جمعة أخير فيقدم العصر ركعتين مع الظهر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر مع وقت العصر هذا واحد أو يجمع الصلاة الليلية يقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء هذا كله مشروع لله الحمد والمنة ثالثا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ما كان يصلي السنن الرواتب إلا ركعتين وهما ركعتين الفجر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية ويترك راتبة المغرب ويترك راتبة العشاء ما كان يواضب إلا على سنة الفجر القبلية ولذلك كان يحرص على سنة الفجر القبلية والوتر في السفر والحضر ثالثا أو رابعا يجوز للمسافري أن يتنفل التنفل المطلق بمعنى يصلي صلاة مطلقة يعني إذا كان في الطائرة وأحب أن يستغل الوقت يصلي هو على الكرسي يقول الله أكبر هو على الكرسي ويصلي ركعتين ويسلم أو كان في الباخرة في السفينة أو كان في الباص أو في القطار أو في السيارة أي وسيلة نقل يجوز له أن يصلي النفل المطلق ولو نزل بالفندق أيضا يجوز له أن يصلي نفل مطلق أما السنن الرواتب فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصليها في السفر